بسم الله الرحمن الرحيم مازلنا مع الشابتر الأول مقدمة للآلات الهيدروليكية في هذا الجزء بمشيئة الله هنتكلم على Part 3 Hydro Power to Electric Power How to Change Hydro Power إلى Electric Power والجزء الرابع هنتكلم على Types of Hydro Electric Installation نبدأ به How to Change Hydro Power to Electric Power بعد سقوط الأمطار طبعا ومرور الماء في شكل مسارات زي الأنهار والمسارات المائية من سيول وخلافه ممكن يتم تجميع الماء ده ببناء سد لو تم بناء سد في مصاري النهر فبيحصل عندي فرق في الارتفاع أو فرق في مستوى الماء قبل السد وبعد السد هذا الفرق يمثل تخزين للطاقة اللي بيحملها المائع في صورة Potential Energy أو طاقة وضع يبقى فرق الارتفاع ده هو ما يمثله عندي من طاقة وضع يبقى دي أول طاقة بيكون المائع متاح فيها أو الطاقة اللي يحملها المائع Potential Energy لما يبدأ المائع يتحرك داخل المسارات المحددة ليه من خلالها مجرى السد أو من خلال بناء السد اللي هي تسمى البنستوك بيتحول Potential Energy تبدأ تتحول إلى Kinetic Energy وتبدأ تمر من خلال هذه المسارات بتكون في هذه الحالة يحمل المائع طاقة جزء في صورة Kinetic Energy وجزء في صورة Pressure Energy بنبدأ إحنا نحط تيربينات والتيربينات بتبقى لها مجموعة من الرياش قابلة للحركة نتيجة مرور المائع على هذه الرياش بتبدأ تحركها وتنقل الحركة للعمود اللي متركب عليه الرياش ديت وبالتالي بيحول الكينيتيك انرجي أو البرشير انرجي اللي يحملها المائع بيحولها إلى Mechanical Energy ولذا تمر تركيب جينيريتور على هذا العمود فالMechanical Energy بتتحول إلى Electric Energy وبتنتج منها الالكتريستي Types of Electric Installation طبعاً أنواع التيربينات بيحددها ارتفاع المائع الموجود خلف السد فإذا كان المائع عندي Low Head وده بيحدد بأنه ليس زين 30 متر بيستخدم نوع معين من التيربينات هذا النوع يسمى Cablan Turbine هنتكلم عليه بالتفصيل في شابتر مستقل كذلك Medium Head ده بيبقى من 60 إلى 150 متر تقريباً وبيستخدم نوع آخر من التيربينات بتسمى Francis Turbine وبرضه هنتكلم عليها بالتفصيل أما إذا كان الهيد بيكون Higher than 150 غالباً بيتراوح من 250 إلى 1000 متر بيبقى استخدام نوع آخر من التيربينات مع ال High Head هنلاحظ أن مع اللوهيد دايماً بيكون الفلوريت High Flourate وده بيحصل فيه الأنهار أما مع ال Medium Head بيكون Medium Flourate ولكن مع ال High Head بيبقى Low Flourate والأنسب في هذه الحالة نوع من التيربينات يسمى Impulse Turbine ومنه Bilton Turbine وإن شاء الله هنتكلم عليه في محاضرة مستقلة بالتفصيل ترجمة نانسي قنقر